متعودين إن يوم الحد بيكون اليوم اللي إحنا بنحاول نحصن فيه بيوتنا وأسرنا من كل الهجمات اللي بتيجي من هجمات الغضب والديء والملل والكآبة كل الهجمات اللي بتيجي وتخلينا في حالة تهديد وتسبب لنا أوجاع سواء التهديد ده من داخل الأسرة أو حتى من براء زي ما بيتدخل الأهل في شؤون الأسرة وإحنا كنا عملنا حلقة فاتت عن كيف نتعامل مع تدخل الأهل في الأسرة النهاردة هنتكلم عن حاجة شوية حاجة مقلقة حاجة مقلقة مع إن هي بدايتها كده بتبقى زي الشرار ولذلك إحنا عندنا حاجة مهمة جدا حضرت النبي علمنا إن إحنا ما نستهنش بالأشياء الشرسة الأشياء المخيفة ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا تكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بيها في النار سبعين خريفة فعلمنا إن إحنا ما نستهنش بالحاجات البسيطة ليه طيب قالوا لإني على فكرة أوسع قبر بيسوي أزهر خرق الجواز ده سفينة فأي خرق ممكن يغرق السفينة دي وعشان كده إحنا هنتكلم النهاردة على حاجة كتير من الناس عايزين يحطوها في خانة الإيه المسكوت عنه لكن للأسف إحنا مشان نسكت عنه هنتكلم عنه إحنا نتكلم النهاردة عن الخيانة المتعلقة بالخيانة الإلكترونية والخيانة الزوجية الخيانة الزوجية حالات متكررة ولما بقول حالات متكررة ده مش تبرير ولكنه تفسير لماذا نحن نتكلم عن الخيانة الآن وعشان كده لازم نعرف أن الخيانة قد تكون من رجل والمرأة من الاتنين ولازم يكون عندنا حسن استقبال للمخطئ يعني إيه؟ يعني إحنا لازم وإحنا بنتعامل مع المخطئ اللي هو عمل الخيانة دي لازم نعرف أن الخيانة مش معناها انتهاء العلاقة الزوجية ولازم نعرف قد إيه مقدار الخيانة دي وتكررت قد إيه بس إحنا نتكلم النهاردة عن الخيانة الإلكترونية بصفة خاصة عشان هي عاملة في البيوت زي النار في الهشيم سوء استعمال السوشيال ميديا بقى في المرتبة الثالثة أو المرتبة الرابعة من أسباب الطلاق فإحنا نتكلم في حاجة خطر لما نحط دي بقى سوء استعمال السوشيال ميديا في الخيانة المسألة بتبقى صعبة قوي لأن السوشيال ميديا أصلا بطبعها ممكن تبتلع أفراد ومجتمعات وإحنا مش معنا كده أن إحنا عن نلغي السوشيال ميديا من حياتنا بس لازم يبقى عندنا آليات لترشدها وعشان كده لابد من وجود تواصل ما بين الزوجين عشان نفهم الإسلام تعالى أقول لكم أول حاجة لما بتحصل الخيانة الإلكترونية أكيد الخيانة الإلكترونية دي بتكون في السر فأول حاجة بتحصل للشخص اللي بيخوني خيانة الإلكترونية أقول لكم الحقيقة يعني هو بيجعل الله سبحانه وتعالى أهوان النظرين إليه سواء كان زوجة أو كانت زوجة هو كمان لما بيعمل الخيانة الإلكترونية دي هو بيستجيب لنفسه الأمارة بالسوق وعلى فكرة لازم أقول لكم أني مش بس العدو اللي موجود لنا هو الشيطان لكن فيه عدو أشد منه النفس الأمارة بالسوق إن الشيطان نفسه مش هيقدر ينفس حياة كتيرة غير بمساعدة النفس الأمارة بالسوق ولذلك وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوق وعشان كده الله سبحانه وتعالى أشار على إن اللي يزكي نفسه هو الفالح ونفس وما سوأها فألهم فجورها وتقواها قد أفلح من زكها خلينا أقول لكم الخيانة حتى ولو كانت الإلكترونية لا مبررة لها شكرا